السلام عليكم يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض اكلة حلوة جدا طحفة شكلها حلو قوي وكمان طعامها احلى وكمان الكمية دي كلها زي ما شايفين كده من الكفتة دول كده ربع كيلو بس من اللحمة المفرومة عملنا مع بعض الكمية دي كلها كده من ربع كيلو بس وصبع الكفتة زي ما شايفينه كده كبير ما شاء الله وكمان الاكلة كده كلها في حلة واحدة او في صنية واحدة يعني بجد اسرع غدا ممكن تعمليه تابعوا بقى الفيديو للاخر وما تنسوش كمان لايك للفيديو وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اي فيديو جديد بقدمه واول حاجة هنبتدي بتحضيرها كده في الاكلة معينا النهاردة هي الكفتة وهستخدم النهاردة البرغل مع الكفتة جبت كده كوبية من البرغل البرغل ده مطحون او متكسر كده زي ما شايفين نقعته كده في شوية مياه طبعا بعد ما غسلته الاول سبته كده في المياه يتنقع وفي الوقت ده جبت ربع كيلو من اللحمة المفرومة وضفتها كده في الكبة كنت كمان مجهزة او فرمة بصلتين او بصلايا كده كبيرة فرمتها ناعم جدا بعدين حطتها كده في مصفة رشيت عليها شوية من الملح وسبتها لحد ما تنزل اي مياه فيها بعدين دفتها للكفتة وبعدين برضو هبدأ اصفي كده البرغل طبعا بعد برضو ما انا اعناك ويز جدا هصفي من اي مياه فيه الخطوات دي طبعا مهمة جدا عشان تطلع معاك الكفتة متمسكة ونجحة وطبعا ممكن ما تستخدميش الكبة ممكن تعملي كل الخطوات دي كده وتعجنيها كويس جدا على ايدك هضيف كمان كباية من البقسمات المطحون ده كده بقسمات بكون مجهزة من العيش الفينو البيت بطحنه بحمصه الاول وبعدين بنتحنه كده في الخلاط دفت كمان مكعب من مرأة الدجاج او اللحمة ممكن تستبدليها بمعلقة من بهرات اللحمة دفت كمان الملح حوالي كده معلقة كبيرة دفت كمان فلفل اسود وهضيف كمان معلقة صغيرة من التوم البودر ومعلقة صغيرة كمان من البصل البودر حبه بقى تضيفي اي بهرات تانية زي ما تحبي ممكن كمان تضيفي شوية قرفة وجنزبيل لو عندك كمان بهرات كفتة بتضيفي كده معلقة كبيرة بتبقى كمان احلب كتير دفت بقى كده كل المكونات دي كده في الكبة وزي ما قلنا ممكن تعمليها على ايدك بس تعجنيها كويس جدا لحد ما المكونات كلها تختلط ونعرف كده ان الكفتة جهزة لما نلاقيها كده عملت زي كورة وبتلف كده في اتجاه واحد بتكون كده عجينة الكفتة معانا جهزة جبت كمان مية البصل طبعا ما تخلصتش منها حطتها كده في طبق ضفت عليها شوية من الزيت شوية كمان من الملح والفلفل الاسود وهستخدمها بقى كده في تصبيع الكفتة ودي كده كمية الكفتة زي ما شايفين هتشوفوا كده قد ايها تطلع معانا الكمية ما شاء الله حلوة جدا جبت بقى صواج أوصانية ده هنتوا بقى بشوية حلوين كده من الزيت طبعا عشان الكفتة ما تلزقش معانا وهبدأ بقى أصبع الكفتة النهاردة بقى كده هنصبعها على المكارونة الاسبكتي وهي ناية كده بس اهم حاجة بقى ناخد كده كمية من المكارونة تكون قليلة جدا يعني ما تزوديش الكمية وتلاقيها في الاخر ما استودش معاكي يعني كده كل ما هتقللي في الكمية كل ما هتستوي معاكي أسرع بدأت بقى كده اخد كمية من الكفتة وبصبعها زي ما شايفين كده على المكارونة بس الاول طبعا بنبلق دينا كده بشوية من مية البصل اللي فيها زيت لو لقيت كده العجينة بتاعت الكفتة بتلزق شوية أو كانت كمان نشفة مية البصل زي ما قلنا هتخليها مزبوطة معاكي جدا وهتخليها كده طرية خلصت كده اول صبعة معانا زي ما شايفين حجم الصبعة لو حابة بقى تصغري حجمه زي ما تحبي او كمان الطريقة دي كمان ممكن تعمليها بقى على صوابع كفتة او تعمليها مدورة وتسويها لوحدها كده من غير المكارونة يعني الافكار كتير بس الفكرة دي كده جديدة وشكلها حلو كمان طعمها بيبقى حلو كده وكلها كده في صنية واحدة بحاول بقى اسبت كده اللحمة على المكارونة كويس جدا وبعمل لها كده شكل الكفتة زي كده الكفتة الجهزة بالزبط هنخلص بقى كل الكمية بنفس الطريقة زي ما شايفينها كده يعني بجد ما اخدتش معايا وقت خالص كلها كده في دقايق وخلصت معانا وطعم الكفتة بجد بيطلع حلو قوي يعني ما تخافوش كده من اضافة البرغل بالعكس بيخليها طعمها حلو قوي وكمان باضافة التوابل بتخليها كده نفس طعم الكفتة الجهزة بالزبط وخلصت كده الكمية زي ما شايفين كده الصاد ما شاء الله كبير هنبدأ بقى نجهز الصلصة جبت حلة وضفت فيها شوية من الزيت ونزلت كده بحوالي معلقة صغيرة من الطوم المفروم هشوحه كويس لحد ما يبدأ ياخد كده لون معانا ممكن كمان تديفي بصل مفروم مع الطوم لو حبه وهبدأ انزل بقى بعصير الطماطم زودت كمان عليه شوية مية يعني مش زي صلصة المكارونا العادية عشان طبعا تساوي معانا المكارونا دفت بقى التوابل شوية من الملح والفلفل الاسود دفت كمان رشة كده من السكر محتاجين هنا الصلصة تكون خفيفة شوية هقلبها بقى كده كويس وهسيبها كده لحد ما تغلي غلوة او غلوتين يعني مش هسيبها تغلي كتير يدوب كده اول ما تغلي معانا باخدها على طول وببدأ أصبها كده على الكفتة والمكارونا أهم حاجة كده ان احنا نغطي الكفتة والمكارونا كويس جدا بالسلصة عشان دي طبعا اللي هتسويها معانا لازم كده السلصة تغطي معانا الكفتة والمكارونا عشان تستوي طبعا كويس جدا أنا كمان زودت شوية كمان من الميا وهنقفلها بقى كويس جدا بورق الفويل كده وهتدخلها فرن يكون طبعا سخن والشبكة زي ما شايفين كده بحطها قريب كده من الأرضية شوية الاول طبعا النار بتكون عالية بعدين بقى بنهدي عليها النار عشان تبدأ تستوي كده براحتها طبعا ممكن ما تغطيهاش بورق فويل وتغطيها كده بصنية تكون قدها كده او اكبر منها بس اهم حاجة كده ان احنا بنجتمها كويس عشان تستوي كده بالبخار وبعدين بقى بتتبعيها كده من وقت للتاني لو لقتيها استوت بتحطي كمان كده سكينة في الكفتة عشان تتأكدي ان المكارونا اللي جوه الكفتة استوت لو لقتيها استوت معاكي خلاص بقى بتخرجيها وطبعا لو حبة بقى تديها كده ريحة وطعم الفحم بتحطي لها كده كطعم للفحم وبتغطيها طبعا عشان بقى تكون كده تاخد طعم وريحة الفحم بس بها شوية خلاص بقى كده وبنقدمها زي ما شايفينها كده الكفتة بجد طحفة جدا طعمها حلو قوي والمكارونا كمان ممكن بقى تزويدي كمان شوية بقى كده من المكارونا تسويها كده لوحدها في حلة كده تانية وتقدميها مع المكارونا او مع الكفتة والمكارونا عشان طبعا احنا مش حطين كمية كبيرة من المكارونا مع الكفتة لكن بجد الصبع او كده تاخدي كل واحد صبع او سبعين بجد ما شبع جدا زي ما شايفين كده الكفتة ما شاء الله معنا حجمها حلو قوي كمان طعمها حلو قوي اضافة البرغل ما غيرش من طعمها كتير بالعكس عطاها طعم حلو جدا زي كده الكفتة الجهزة ومشاء الله زي ما شفنا كده صاج الكفتة والمكارونا كل ده من ربع كيلو لحمة مفرومة بس يعني بجد كمان الاكلة اقتصادية وموفرة اتمنى بقى يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفادتوا منه وتجربوا الطريقة ان شاء الله تنفع كمان كتير قوي في العزمات شكلها بيبقى حلو جدا في التقديم وعملت بقى اليوم ده حاجة كده حلوة بما ان الاكلة كده كانت سهلة وبسيطة كلها كده كانت في صانية واحدة عملت صانية كيكة او ممكن كمان نسميه جاتو يعني باضافة حاجات بسيطة حولنا الكيكة لقطعة من الجاتو بجد طعمها كان طحفة عملت الكيكة بكريمة بكريمة الكاسترد يعني سهلة جدا برضو بسيطة قوي وطعمها بجد حلو جدا اتمنى بقى ان الفيديو يكونوا عجبكم وطريقة الكيكة ان شاء الله هنزلها في فيديو منفصل تابع بقى معي الفيديوهات وان شاء الله تعجبكم والكيكة زي ما شايفينها كده بجد دايبة جدا وطرية قوي طعمها كمان كان حلو قوي تابعوا بقى معي الفيديوهات وان شاء الله تعجبكم ما تنسوش بقى لايك للفيديو واشتركوا في القناة وفعالوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار باي فيديو جديد واستنوني فيديوهات جديدة ان شاء الله ووصفات جديدة واسبكم في رعاية الله السلام عليكم